المنتخب الوطني يتلقى تأكيدا بإقامة مباراة ليبيا بدون جمهور وده الحقيقة الكلام اللي احنا اتكلمنا مع حضراتكم فيه ما قبل المباراة الأولى مباراة منتخبنا الوطني وفوزوا على المنتخب الليبي بهدف مقابل الشيء ليتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط ولكن تبقى مباراة غدا ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين بكرة في مباراة منتخب مصر ومنتخب ليبيا الأجواء مختلفة آه ما فيش جمهور ولكن الملعب نفسه مختلف الأجواء في ليبيا مختلفة الملعب بكرة حيكون ترتان هل ده حيأثر على شكل 100% مش هل ده 100% حيأثر على شكل الفريق وعلى الخطط اللي عايز يعملها كارلوس كيروش الحقيقة من بداية معسكر المنتخب لغاية مباراة الجمعة الأمور كان فيها تحس ان فيه توطر وتحس ان فيه كلام كتير فيما يخص المنتخب ولاعبه المنتخب ومحمد الشناوي وخنقته مع الحضري انا بجيبها بقولها لحضراتكم بمنتهى الصراحة محمد الشناوي بتخانق مع كابتن عصام الحضري مدرب حراس المرمى عشان مش عارف ايه ومين درب مين ومين زعق لمين هذا الكلام انا قلت لحضراتكم قبل كده هذا الكلام غير صحيح علاقات جيدة تربط بين الكابتن عصام الحضري وكان مدرب لحراس المرمى للمنتخب مع كابتن محمد الشناوي فيه هتلاقوا البعض بيحاول يرمي كلام في النص جبا احنا بنتكلم عن منتخب مصر مش بنتكلم عن اي حاجة تانية احنا بنتكلم عن منتخب مصر اللي كسب المباراة الاولى بشق الانفس على الرغم من المنتخب كان افضل في كل شيء افضل في الاستحواز وافضل في الاداء وافضل في كل شيء ولكن كان ممكن جدا الكرة الوحيدة اللي وصلت للمنتخب ليبيا وجاد في العرضة الشناوي شالها وجاد في العرضة دي كانت ممكن تخش جونه بقى حيصعب علينا المباراة جدا ولكن تلات نقاط مهمة جدا فلازم نقف وراء منتخبنا